أعظم الاستفادة الاستثمارية من هذا المهرجان بقى فيما بعد قدام أقدر عاملين شخص بردو لو نتكلم المفهوم إداري علم الإدارة بيعتمد على حاجة مهمة جدا اسمها البحث أو الريسورج خذي حكس عينة من الناس اللي حضرت السنة دي واسأليهم أربع أسئلة إيه اللي عجبك؟ إيه اللي دايقك؟ إيه اللي دايقك جدا؟ إيه اللي نفسك السنة الجاية تشوفه ومش لقيه؟ يعني دايما إحنا كمسؤولين عن مشروع معين بنبصوا من وجهة نظرنا إحنا لكننا نهمني الشخص اللي جاي هو إيه اللي ما شفوش؟ كان عايز يشوفه مثلا ممكن يجي يقولك إيه؟ طب ما نعمل معارض زي مثلا ما بتعمل مثلا معارض كبيرة في الإمارات مثلا جالف فود مثلا وإحنا في مصر بنعمل طب ما نعمل معارض جوة القصة دي طب ليه ما نعملش مثلا مسابقات نجيب شركات ناشئة وتبتدي الشركات دي تعرض المنتجات بتاعتها أو تعرض الأفكار بتاعتها زي ما بعض البرامج في التليزيون بتعمل كده فنعمل القصة دي فهي بتعتمد على فكرة اسمعي من الناس اللي حضرت إيه اللي ناقص من وجهة نظرهم وشوفي إيه اللي ناقص ده فعلا ده منطقي ولا لا وابتدي بشكل أو بآخر أضيفه السنة الجاية إنت رف فندم احنا عملنا تقارير سألنا فيها الناس اللي كانت بتحضر المهرجان فعلا أنتوا رأيكوا إيه حابين تشوفوا إيه السنة الجاية كل الناس قالت ركزت على يمكن الفعاليات الفنية والغنائية وقالت إحنا حابين نشوف يمكن نجوم أكتر كمان يعني عايزين يمكن عدد أيام أكتر فنشوف نجوم أكتر نحضر لهم حفلات أكتر بس أنا أقولك برضو إحنا في علم الإدارة حلو اللي انتوا بتعملوه بس ده انتوا مش متخصصين نحن نعمل إيه بنجيب شركات أبحاث تسويقية تقعد مع الناس دي وتعمل الكلام ده بشكل ممنهج وتطلع في الآخر بتوصيات التوصيات دي لو حك عملتها السنة الجاية احنا دايما بنعتبر في علم الإدارة أن العميل هو الكنج بتاعنا هو ده الملك بتاعنا اللي عايزه العميل أنا لو عملته خلاص هو يبقى مبسوط ويجيلي فلو ده تعمل بشكل ممنهج من خلال الشركات متخصصة في الأبحاث هيطلع لك في الآخر تقرير يقول لك بالضبط إيه الحاجات اللي عجبت الناس فتزوديها السنة الجاية وتديها مساحة أكبر إيه الحاجات اللي الناس عايزيها وما كانتش موجودة نبتدي نخلقها السنة الجاية يعني في حاجة طبعا في علم الإدارة اسمها سياسة المحيطات الزرقاء هي دي بتعتمد على الفكرة دي شوف إيه اللي عجب الناس إيه اللي معجبهاش إيه اللي دايقها إيه اللي نفسها تلاقيه لو عملت الكلام ده هتنجح بشكل جاية ده كلام جميل بس يعني لو أنا عايز أخلق جمهور تاني يعني أنا عندي مثلا جمهور عربي خليجي بس أنا عندي مساحة أن أنا أخلق جمهور مثلا من البحر المتوسط أن أنا أجيب بتوع إيطاليا واليونان وكل الجنوب الأوروبي كله ويجي صيف عندي باعتبار أن هي مدينة ذكية وكلا فأنا عندي مساحة أن أنا أخلق جمهور تاني غير الجمهور الأولاني حرج بتقولي أن أنا أخد العينة أو الأسئلة من الجمهور اللي عندي طبعا أنا ممكن أخلق جمهور تاني تعليح حضرتك اشتغل لتنين أنا مش عايز الناس اللي جات للسنة دي ما جيش للسنة الجاية فأنا اللي جيش السنة دي عايز أخد منه عينة عشان أعرف هو بيفكر إزاي لو أنا عندي عينة تانية ناس جمهور مختلف خالص ما حضرش النهاردة روح أعمل معي بحث تسويق هناك قوله دلوقتي أنت في تركيا دلوقتي بتروح تصيف فين قالك بروح أصيف في فرنسا تقوله إيه اللي أنت لو شفته في مصر تيجي مصر فهي نفس الفكرة بس أنت اعملها على الناس اللي أنت عايز توصلهم بس الناس اللي جوه للسنة دي أفقدهم ليه ده على عكس ده جي منبسط فممكن يكون للسنة الجاي لو شف حاجة زيادة زيادة هيجي مرة تانية فأنت اعمل على دول وعمل على الشريحة التانية اللي أنت عايز تروح لها سواء في البحر المتوسط أو في أوروبا أو في أمريكا وتفر المكان اللي أنت رايح له